تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام معنى الآية الكريمة وعيد يتوعد الله عز وجل به الكافرين الذين يغفرون بآياته جل شأنه ويبين أن هؤلاء مصيرهم إلى عذاب شديد وأن هذا العذاب الشديد من الله لهم لقاء كفرهم بآياته لا يستطيع أحد في الكون كله أن يدفعه عنهم فالله عزيز غالب وأمره نافذ بلا شك ذو انتقام يعني مقتدر على أداء ما تقتضيه حكمته لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا دافع لقدره ولو جتمع الكون كله والله عزيز ذو انتقام هذا هو المعنى العام الميسر للآية الكريمة وعيد للذين كفروا بآيات الله بأن لهم عذابا شديدا والله عز وجل قدر ذلك وقننه وقضى به ولا يستطيع أحد أن يقف في وجه قضاء الله وقدره الآية الكريمة كل حرف فيها يفيض سحرا وجمالا وعظمة وبلاغة وإعجازة ففي بداية الآية يطالعنا الحرف إن وهذا الحرف في أول الكلام مهمته دعم وتقوية وتأكيد مضمون الجملة مضمون الجملة أن الكافرين لهم عذاب شديد إن إذا قلت الجملة بدون إن فقد قلتها مرة إذا قلت الجملة وفي مقدمتها إن فكأنما قلتها عشر مرات يبقى وظيفة إن في بداية الجملة تقوية المضمون وتأكيد الفكرة والإشعار بأن هذا الكلام لا شك في حدوثه